بهذه المشاهد الجميلة للقدس وقبة الصخرة مزرت سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات واعتداءات بحق المسجد الأقصى من خلال وضع البوابات الإلكترونية وعند دخول إليه كذلك طبعا رجال الدين المسلم والمسيح في حالة استنفار ووجود دائم للدفاع عن الأقصى المصلين يقيمون صلاتهم في الشوارع القريبة من الأقصى المبارك رافضين الدخول إليه عن طريق هذه البوابات هناك دعوة أن يكون يوم غد الجمعة هو يوم غضب نصرة للأقصى نستضيف معنا اليوم فضيلة الشيخ وفيق علاوي مدير عام أوقاف رام الله ليحدثنا عن تحرك وزارة الأوقاف موقفها ودعوتها للناس للدفاع والتصدي عن الأقصى يسعد صباحك صباح الخير والمشاهدين الكرام يعني كما تحدثنا سابقا ما تقوم به سلطات الاحتلال هو انتهاك للأخلاق الإنسانية القوانين الدولية وكل ما يخص الإنسانية يعني ما هو تعليق موقف وزارة الأوقاف لما يحدث في الأقصى خلال الأيام الماضية أسعد الله صباحكم مرة أخرى يعني بداية نوجه تحية إجلال وإعزاز وإكبار لأبناء شعبنا الفلسطيني وعلى وجه الخصوص أبناء شعبنا في الكدس داخل المدينة المقدسة الذين حقيقة سطروا أرواع الأمثلة في الثبات وهم في الحقيقة خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك يبدو أن حكومة إسرائيل قد تتجاوز أو تجاوزت الحدود الخطوط الحمراء في هذا المجال تمعن في الليل وفي النهار في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك يعني وبالمناسبة يعني قبل ساعات كان هناك اقتحام من قبل المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي يمنع أصحاب الحق الشرعيون والحقيقيون في هذا المسجد الأقصى المبارك من آداء تقوصهم الدينية وزارة الأوقاف لم ولن تألو جهدا في أن يكون موقفها واضح فعلى سبيل المثال بالأمس كان هناك وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف وكان شاركنا في ذلك الإخوة المسيحيين رجال الدين المسيحي وكان على رأس هذه الوقفة سماحة الشيخ يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية ولفيف من رجال الدين المسيحي وكافة الأئمة والخطباء وموظفوه وزارة الأوقاف وكانت هناك رسالة واضحة للاحتلال من قبل سماحة الشيخ أن الأقصى جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وأن هذا الإجراء التي قامت به سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة هو إجراء تعسفي واعتداء على حقوقنا الدينية تحدثت بالنسبة للجانب المحلي ولكن هل تواصلتم مع مثيلاتكم من مزارة الأوقاف العربية بخصوص هذا الموضوع؟ في الحقيقة نثمن دور الأشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلال التمالك عبد الله الثاني الذي لم يتدخر جون الهدى إلا ووظفه في سبيل حل هذه الأزمة نعم كان هناك اتصال مباشر من سماحة الشيخ يوسف دعيس مع وزير الأوقاف الأردني التحركات جارية على قدم وساق من أجل لجم هذه الممارسات الاحتلالية البغيضة العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وبالتحديد ضد المسجد الأقصى المبارك والقيادة أيضا على رأسها السيد الرئيس محمود عباس لم ولن تألو جهدا في حل هذه القضية وبالمناسبة سيادة الرئيس قطع زيارته من الصين والآن هو في طريقه إلى أرض الوطن من أجل الاجتماع مع القيادة الفلسطينية من أجل التحدث والمشاورة في سبيل حقيقة وضع حد ولجم هذا الاحتلال الذي كما قلنا في البداية تجاوز الخطوط الحمراء أكيد طبعا يعني أكيد لازم يعني يرجع الرئيس يعني من الصين يعني قبل عدة أيام دعا خطيب المسجد الأقصى أكرم صبر من يكون يوم غد هو يوم غضب نصرة للأقصى فلو تحدثنا عن هذا الموضوع وزارة الأوقاف أصدرت تعميم على كافة الخطباء في المحافظات بأن يتناولوا موضوع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداد وموضوع خطبة الجمعة إن شاء الله غدا سيكون بعنوان ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هناك تحركات ستكون تحركات في جميع المحافظات الشمالية تم التعميم نعم تم التعميم هناك ستقام صلوات الجمعة وبالتنسيق مع خطباء مختصين في هذا الأمر على بالقرب من الحواجز التي تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك على سبيل المثال في منطقة رمالة هنا تنسيق هناك مع مديرية أوقاف الكدس بالتنسيق مع مديرية أوقاف رمال الله ستقام صلاة الجمعة بالقرب من حاجز قالندية من أجل أن نوص الرسالة للاحتلال أن الأقصى هو أقصانا وأن الأرض هي أرضنا بقرار رباني عندما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فبالتالي وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك هي وصفة حقيقة الحرب الدينية قد تقع في المستقبل لا يعلم مداها إلا الله وأن الاحتلال هو الوحيد الذي يتحمل نتيجة هذه الحرب إن حصلت لا سمح الله سمحت الشيخ بالنسبة للبوابات الإلكترونية هل تخشى وزارة الأوقاف أن يتكرر هذا ما حصل في المسجد الإبراهيم أن يتكرر في المسجد الأقصى لا حقيقة هذا أمر مفهوم ما يفعله الاحتلال هو واضح للجميع حتى على مستوى الشارع الفلسطيني معروف أن هذه بداية لا سمح الله للتقسيم هذه البوابات الإلكترونية الهدف منها تقليص عدد المصلين وإعاقة المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك هذه المرحلة الأولى وربما المرحلة الثانية يكون هناك تقسيم زماني وربما المرحلة الثالثة تقسيم مكاني ولكن نقول من هنا من خلال فضائيتكم الموقرة رسالة للاحتلال أن هذا الأمر لن يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى لأن إرادة أبناء شعبنا وصمودنا وثباتنا على هذه الأرض أقوى من قوتهم وأقوى من بطشهم وسنبقى ثابتين على العهد لا يمكن أن ندخل إلى المسجد الأقصى المبارك من خلال بواباتهم سندخل المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات الدينية فقط كما كان في السابق أما أن يكون هناك بوابات ألكترونية وندخل من خلالها يرضخ أبناء شعبنا الفلسطيني الشباب والنساء للتفتيش وإلى آخره والاستفزاز هذا الأمر لن يكون طبعاً نعتبرها هي خطة من الاحتلال لاستغلال أي حدث لحتى تضيق الخناق على شعبنا الفلسطيني ولكن نوجه تحياتنا لجميع أهالينا في القدس اللي فعلاً وقفه وقفة صمود ووقفة صبر وأيضاً يعني عناد أمام هذا الاحتلال الغاشم برغم كل ما يتعرض له أبناءنا في القدس ولكن تحدثنا عن الجانب المحلي وعن الغضب المقدسي على ما يحصل في الأقصى كيف تقيم أو أين هم العرب وتقييمك لردة فعل العرب بخصوص هذا الموضوع بما أن الأقصى ذكر في القرآن وهو قضية عربية قبل ما تكون الفلسطينية لحالها يعني قضية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك هي لا تقع فقط على عاتق الشعب الفلسطيني ولا على عاتق القيادة الفلسطينية ولا على عاتق الحكومة الفلسطينية قضية الدفاع عن المسجد الأقصى وأن كنا لنا الشرف العظيم بأن نكون في خط الدفاع الأول في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك هي قضية عربية إسلامية أنا أقول وبوضوح التحرك وردات الفعل هي ردات يعني باهتة وللأسف الشديد من هنا من خلال فضائيتكم أناشد العالم أناشد المؤسسات أناشد كافة يعني الأطر أناشد الحكومات العربية الأشقاء العرب الرؤساء من أجل أن يتحركوا سريعا لحماية ونصرة المسجد الأقصى المبارك لأنه وبكل وضوح أن الأقصى في خطر أن الأقصى في خطر فيجب أن يكون هناك تحرك سريع وواضح من أجل لجم هذا المحتل ووقفه عن هذه التصرفات البغيضة أنا أقول وبكل وضوح هي تصرفات عنصرية صحيحا سمعت الشيخ كل ما للوضع بيزيد سوءا للأسف خاصة يعني في الأقصى وكل ما زاد الوضع سوءا كل ما قلت ردة الفعل العربية باتجاه القضية الفلسطينية سمعت الشيخ كلمة أخيرة بتحب توجيها للمشاهدين دعوتهم غدا للمشاركة في يوم الغضب نصرة للمسجد الأقصى يعني أولا أنا أوجه دعوة من شقين الشق الأول إلى أشقائنا العرب إلى علماء المسلمين يعني عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه إيتوه فصلوا فيه ليس المقصود فقط الفلسطينيين كافة الناس المسلمين في العالم من يستطيع أن يأتي من أجل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك فليفعل على كافة علماء المسلمين أن يحضوا الناس في العالم العربي والإسلامي التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والصلافي ونصرة المسجد الأقصى المبارك الرسالة الثانية إلى أبناء شعبنا من يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك ومؤذرة إخواننا في الكدس فعليه أن يفعل ذلك فإن هذا واجب الجميع يجب أن يتحرك الجميع يجب أن يكون له موقف واضح في نصرة المسجد الأقصى المبارك لا يجوز أن نترك يعني إخواننا المقدسيين فقط هم في مواجهة هذا المحتل سائلا المولى عز وجل أن يحقق لنا النصر القريب أن يرحل هذا الاحتلال عن أرضنا أن يحقق الله عز وجل لنا قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها الكدس بأقصاها وبقيامتها إن شاء الله يعني هذا السواد وهذا الليل المتوحش أن يزول فعلا وأن تأتي شمس شمس الحرية على جميع أفراد شعبنا الفلسطيني وندعو كذلك يعني مثل ما حضرتك تفضلت أنه كل يشارك في هذا اليوم شكرا إليك سمحت الشيخ وفيق علاوي مدير عام أوقاف رم الله شكرا شكرا يعطيكم إلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا الصباح مني ومتاقم العمل كل الشكر على حسن المتابعة دائما الفرج والحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني خاصة المقدسي الذي يقف وقفة صمود أمام هذا الاحتلال الغائر نتمنى لكم نهار جميل ولكن بهذه الأحداث دائما ننظر إلى بصيص الأمل القادم من البعيد نراكم مجددا يوم السبت في حلقة جديدة الساعة التاسية هذه الحلقة تعاد عليكم على الواحدة بعد منتصف الليل وأي فقرة تريدون مشاهدتها تستطيعون أن تشاهدوها على اليوتيوب أو حتى على الفيسبوك على قناة الفلسطينية إلى اللقاء اشتركوا في القناة